وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدَ الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الإخوة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواتي الكرام نتحدث أيضا عن العافية في الحياة الدنيا أيضا من العافية في الحياة الدنيا أن تكون أنت المعافى في الحياة الدنيا عندما تكون وصولا لأرحامك عندما يكون الإنسان أخواني اجتماعيا واصلا لأرحامه الأرحام يا أخواني الرحم من الخطورة بمكان الرحم تعلقت بعرش الرحمن واستعادت بالله عز وجل من القطيعة فقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة فقال الله تعالى نعم أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك فقالت بلى قال فذلك لك يعني أن الله سبحانه وتعالى أخواني سيصل من وصلا رحمه وسوف يقطع الله تعالى من قطع أرحامه فتصور خطورة المسألة يعني أولا نتصور إلى علو المنزل عندما يصل الإنسان أرحامه يصله الله سبحانه وتعالى وخطورة المسألة عندما يقطع الإنسان أرحامه يقطع الله تعالى وصله عنه والعياذ بالله فالعافية في الحياة الدنيا أن يكون الإنسان وصولا مع أرحامه متواصلا مع أرحامه ثم يا إخواني الذي يدفعنا أو الذي يدلنا على الخير والبركة في صلة الأرحام أن الله تعالى بسبب صلة الأرحام يبارك يوسع على الإنسان في رزقه ويبارك في عمره يقول عليه الصلاة والسلام من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله يعني يؤخر له يبارك له في أجله فليصل رحمه الرحم يا إخواني وصول الرحم أو صلتك للرحم هذا واجب عليك ليس تفضلا منك لأن الرحم أن الله تعالى يقول وآتي ذا القربى حقه يعني كأن حق الرحم عندك وهو الوصل فالله تعالى يأمرك بأن تؤدي هذا الحق إلى أهله وهم الأرحام وآتي ذا القربى حقه فأنت تتواصل مع إخوانك أو مع أرحامك هذا من العافية الدنيا إخواني إذا أردت أن تعرف قيمة أو نعمة صلتك أنت بأرحامك فانظر إلى من قطع أرحمه انظر إلى الأرحام المقطعة والعياذ بالله انظر إلى المشاكل التي بينهم انظر إلى ما يعني يتكلم الأرحام بعضهم في بعض من الشتائم والطعون والعياذ بالله والسب والشتم وانظر إلى حالك أنت وأنت تصل أرحامك يعني الرحم يا أخواني مهم جدا بل هي من أكبر عواف الدنيا من أكبر عواف انظر إلى أرحامك عندما تصل أرحامك كيف يدعون لك وكيف يبارك الله تعالى لك وهذا يبارك الله تعالى لك في عمرك وفي وقتك وهذا أخواني بشارة النبي صلى الله عليه وسلم لمن وصل أرحامه من أحب أن يبسط له في رزقه يوسع له في رزقه وينسأ له في أجله أو ينسأ له في أجله يعني يؤخر له في أجله يبارك له في عمره فليصل رحمه فهذا يدفع الإنسان أخوة الكرام إلى أن يعني إلى أن يكون واصل لأرحامه محبوبا عند الناس وخاصة عند الأرحام الأرحام يا أخواني يعني عون للإنسان بعد الله عز وجل وسند مثل للأخوان الأرحام الإنسان بدون أرحامه بدون أخواني لا ضعيف ولا شيء ولا يساوي شيء كذلك يعني أنظر إلى تربية الصحابة رضوان الله عليهم يعني كيف ذهبوا في صلة الأرحام إلى أبعد من هذا يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يجد أعرابيا يمشي وكان عبد الله بن عمر على حماره وكان معه جماعته فعبد الله بن عمر عرف أن هذا أن وارد هذا الرجل الذي يبر عليه من الآن أن وارده كان صديقا لعمر ولكن القوم أو الجماعة الذين ما كانوا معهم بن عمر ما كانوا يعرفون فلما يعني عبد الله بن عمر قابل هذا الرجل نزل عبد الله بن عمر من على حماره وقبل الرجل وسلم عليه واعتنا به وأخذ عمامته من على رئيس يعني عبد الله بن عمر أخذ عمامة نفسه وألبسها هذا الرجل وأركبه على حماره فالجماعة الذين مع عبد الله بن عمر تعجبوا من هذا الذي تعتني به هذا الاعتناء هذا أعرابي يكفي به تعطيه الشيء قليل وينتهي فقال لهم عبد الله بن عمر إن والد هذا كان صديقا لعمر يعني عبد الله بن عمر يصل أصدقاء والدي وليس أرحامه فقط فيقول إن والد هذا كان صديقا لعمر وإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه يعني من أبر البر أن تصل أصدقاء والدك وأصدقاء الوالدة أو صديقات الوالدة من البر بالسلام والعطية والمساعدة والدعاء فالأرحام يا أخواني يعني حقيقة صلة الأرحام هي عافية الدنيا عافية الدنيا يعني كما قلت لكم قبل قليل انظر إلى من تقطعت أرحام لا شيء يعني من يتوا في الدنيا وإن كان موجودا حي أيضا إخوة الكرام من عقوب من من عافية الدنيا عافية الحياة الدنيا أيضا أن يسلم الإنسان وإخواني من الذنوب والمعاصي الذنوب والمعاصي هذه الذنوب والمعاصي إخواني التي والعياذ بالله لا ينتظر الإنسان العاصي من ورائها إلا العقوبة والعقوبة في الدنيا قبل الآخرة فما أهلك الله تعالى فردا شخصا واحدا يعني ولا أمة ولا دمر بلادا إلا بسبب بسبب الذنوب والمعاصي ولذلك نقول لأنفسنا ومجتمعاتنا وبلداننا نحذر من المعاصي والذنوب نحذر من معاصي الله عز وجل يا أخواني بعض الناس يجهل حقيقة هذه المعاصي يعني البعض دائما مثلا يسند حدوث الحوادث في البلدان في الأنفس في الأموال في التجارات في السياسة في الاقتصاد يسند هذه الأمور إلى أشياء دنيوية أو إلى حوادث دنيوية أو إلى أسباب دنيوية فلنسلم بوجود هذه الأسباب ولكن انظر إلى السبب الحقيقي هناك سبب حقيقي وهو معصية الله عز وجل هو بسببها تبدلت النعم بسببها تغيرت العافية بسببها ذهب الأمن بسببها تكدر المجتمع بسببها اهتزت البلاد بسبب الذنوب والمعاصي لو تتبعت القرآن أخي الكريم ستجد أن الله تعالى يقول فأهلكهم الله بذنوبهم فأهلكناهم بذنوبهم فكلا أخذنا بذنبه وكذلك الله تعالى يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون عافية الدنيا أن تكون معافة من الذنوب والمعاصي بعيدا عن هذه الذنوب والمعاصي ثم الذنوب والمعاصي أخواني تكدر الحياة الدنيا على الإنسان هذه الأمراض وهذه المحن يبتل الله تعالى بها العاصي لعله يرجع إلى الله عز وجل الآكل الرباء الذي يقع في الزنا مستخدم المخدرات والخمور وما حرم الله الذي يقطع أرحامه يعني كل الذنوب والمعاصي هذه أخواني هي يعني مكدرات يعني كما قال الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاء وهذه الآية قسها على شخص الشخص الفرد الواحد وعلى المجتمع وعلى البلاد وعلى الأمة ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاء من أعرض عن ذكر الله يعني لم يلتفت إلى تقوى الله بل التفت إلى معاصي الله فإن العقوبة في الدنيا قبل الآخرة أن الله تعالى يجعل عيشته ضيقة فإن له معيشة ضنكاء وعقوبة الآخرة ونحشره يوم القيامة أعماء فعافية الدنيا أخوة الكرام أن يكون الإنسان معافى من الذنوب والمعاصي بعيد عن الذنوب والمعاصي أيضا من العافية في الحياة الدنيا أخوان أن يكون الإنسان بالعافية للحياة الدنيا أن يكون الإنسان أخوتي متواضع للناس يسعى في حوائجهم يسلم عليهم يساعدهم بقدر المستطاع كن حبيبا إلى عباد الله تعالى تحبب إلى عباد الله ابتغاء مرضاته ساعد الضعيف ساعد الفقير تكلم عند ولاة الأمر عند المسؤول للفقير المحتاج الذي لا يستطيع أن يصل إلى ما تصل إليه أنت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشفعوا تؤجروا اشفعوا تؤجروا وليقضي الله على لسان رسوله ما شاء اشفعوا تؤجروا ساعدوا الفقراء كذلك نلتفت أخواني أن مثلا المساعدة الفقراء والتحبب إليهم مما يغدق الله تعالى به على المجتمع النعم والخيرات النبي صلى الله عليه وسلم يا أخواني أخواني يقول في هذا المعنى إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم يعني كأن الله تعالى يبارك في المجتمع يرزق الله تعالى الناس في المجتمع والبلاد والعباد يرزقهم عندما يلتفتوا إلى الفقراء يساعدونهم يسدون حوائجهم يكونون معهم يعني الفقير أخواني والمحتاج ضعيف إذا كنت إذا كان الله تعالى قد يسر عليك الحال فالتفت إلى الفقراء يسر لهم وخاصة في مثل هذا الشهر الفضيل خاصة في الأيام الفاضلة والأوقات المباركة الإنسان يسعى للخير فعافية الحياة الدنيا يا أخواني أن يكون الإنسان محبوبا في المجتمع ولن يكون محبوبا إلا إذا ارتبط بالله عز وجل إذا كان متواضعا ألا يكفي يا أخي الكريم ألا يكفيك أن النبي صلى الله عليه وسلم بشرك أنت يا من تساعد الناس ويا من تبذل نفسك لعباد الله وتساعد الفقراء والمحتاجين والأرامل ألا يكفيك أن يكون الله تعالى معك وهذا المعنى تجده في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته يعني شوف لما يكون الله تعالى في حاجتك تأتيك الخيرات تأتيك النعم تأتيك الأرزاق لأن الله تعالى بيده كل شيء ولكن هذا لن يكون لك حتى تكون مع إخوانك المسلمين تساعدهم تساعدهم تلتفت إليهم فهذه يا أخوة الكرام الإنسان يكون محبوبا أو يكون عنده عافية في الحياة الدنيا هذه إذا كان يعني إذا كان ساعد أخوانه وكان في هذا الحال هذه في الحياة الدنيا انظر أخي الكريم إلى من كان يساعد أخوانه المسلمين في الحياة الدنيا ثم توفاه الله تعالى انظر كيف يعني يدعو له الناس يذكرونه بخير يعني يحصل دعوات ويحصل إن شاء الله أعمال صالحة وثناء من الله عز وجل عليه وهو في قبره لو لم يكن أخي الكريم لو لم يكن في مساعدة الناس والمحتاجين إلا أن الله تعالى أو أن الناس إلا أنك تحصل على سمعة طيبة وأنت موجود في الحياة وبعد الممات لكفى فكيف بأن إذا كنت يعني تساعد الناس تحصل على كل خير يعني أنت إذا ميت أو مات هذا المساعد للناس يذكروه الناس بخير ويدعون له يدعون الله تعالى أن يتقبل منه أن يغفر له وأن يرحمه إذا رأوا أبنائه يعتنون به إذا رأوا أهله كذلك فهذه حقيقة لأخواني والله هي عافية الحياة الدنيا أن يكون الإنسان محبوبا عند الناس مساعدا لهم يعني هذا ما تيسر في هذه المسألة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يعني يساعد إخوانه المسلمين ويسارع في مرضات ربه ربه جل وعلا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد شكرا 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 شكرا